اه نتكلم اه دلوقتي على التجربة تانية اللي هي تجربة او الفلو او وير نوتش اللي مقابل في المعمل او زي الوير اللي مقابل في الطبيعة. دلوقتي عايزين نعرف الوير او اجهزة تستخدم لقياس عن طريق ان انا عندي معادلة بتاعتها. اللي هو ارتفاع الماية فوق النوتش. بعوق في المعادلة عشان اعرف اخسب او التصرف. الهدف من التجربة ديت زي التجربة احنا خدناها بتاعة الورفس زي التجربة تعالي الهدف منها هو ان انا اجيل معامل التصرف. معامل التصرف ده اجيبه ازاي? عن طريق ان انا بقسم التصرف الحقيقي مقسوم على التصرف النظري اللي جاي من المعادلات. الهدف ان انا اجيب اللي انا هستخدمه بعد كده في ان انا بعد نحسب لو عايز اجيب حضرة بال في يبقى انا اجيبت يبقى المفروض ان كل وير موجود في الطبيعة وكل نوتش موجودة في اي معمل ليها بتاعها عشان اقدر بعد ما احسب المعادلات اضربها في السيدي وبالتالي اعرف احسب الموجود. لازم انا بقى اخدين بالنا انا في انواع كتيرة من النوتش حسب الشكل بتاعها. النوعين اللي احنا منتزمين بتاعها في الكورس بتاعنا. النوع الاولين يسمو الشكل بتاعه مستطيل زي ما هنشوف دلوقتي. النوع التاني اسمو في نوتش. الشكل بتاعه وقت حرف سبعة. حرف في يعني. وله هنشوفه برضو دلوقتي ان شاء الله. كل واحد فيهم لمعادلة بترمادة بتالفة شوية. الترمادة او حبينا نبص كده سريعا على كيو. ازاي انا عرف نحسبها. الكيو اكشول في هذه التجربة بتحدد مباشرة باستخدام الفلوميتر. باستخدام الجهاز اللي بيقيس التصرف. اسمو. والوحدات بتاعتها اللي احنا هنحولها طبعا هنبقى متر مكعب في الثانية. الكيو التانية اللي احنا هنعود في هذه المعادلة اللي احنا شايفنا. ونحسب قيمة الكيو. المعادلة دي بتقول يعني الكيو بتساوي اتنين على تلاتة بي روت اتنين جي مضروبة في اتش واحد ونص. بي هو عبارة عن العرض بتاع النوتش. لو احنا جيدا بصينا هنا كده. عملنا زوم على المية. هنلاقي هنا ده النوتش. شايفينه المطاط العسوط دوت. بيحدد تقريبا النوتش بتاعتنا ابعدها عاملة ازاي? دي العرض بتاعت النوتش. دي العرض بتاعت الفتحة بتاعتنا. ده البي. لو احنا بصينا هنا هنلاقي هو دوت الكريست. ده هو بتاعت النوتش. الشكل اللي احنا شايفينه دوت. هو ده اللي بتكلم عليه. هو ده ده العرض بتاعه. وده ارتفاع المية اللي فوق النوتش. ده الكريست بتاعت النوتش القاعة بتاعت النوتش. وده ارتفاع المية الفوق النوتش اللي هو الاتش. فالمطلوب من عندنا في هزي المعادلة ده بتجربة. ان احنا نحسم الاتش دي الدي. ونقودها نعوض بيها في هزي المعادلة. نحط الاتش دي بالمتر طبعا بعد نحاولها بالمتر. والبي لو هو العرض بتاعت النوتش. الرقم ثابت مش هتغير اربعة صنطي. الاربعة صنطي ده نقسمه على مية. عشان نحاوله بالمتر. تعوض في المعادلة دي بقى انت اجبت. ببساطة شديدة هنقسم متر مكعب في الثانية. على متر مكعب في الثانية. يبقى احنا نجبنا معامل التصرف للنوتش. تعالوا نشوف ازاي بنسجل كل واحدة في يوم. هنبتدي اول حاجة نجيب الكيو اكشل. الكيو اكشل بدأتنا نجيبها عن طريق الجهاز دوت اسمه الجهاز اللي هو بيحسب التصرفات. ازاي هنحسب الكيو اكشل? لو احنا عملنا زوم على الفلوميتر هنلاقي عبارة عن انبوبة. الانبوبة دي مليانة مية. والانبوبة دي فيها مخروط. فيها مخروط معدني. اللي احنا شايفينه دو. المطلوب دلوقتي انا عايز اجيب التصرف. عايز التصرف من القاعدة يعني بتاعة المخروط. اللي هي الجزء العلم بتاعها. هنلاقي القاعدة ديت واقفة على اربعة. اربعة. واقفة على اربعة. اربعة ديت معناها اربعة متر مكعب في الساعة. الوحدات اللي احنا من ايس بيها في التجربة ديت متر مكعب في الساعة. يبقى الكيو او التصرف بتاعنا اربعة متر مكعب في الساعة. طبعا هنحتاج ان احنا نحول الكلام ده لي متر مكعب في الثانية. ازاي? ان احنا نقسم الرقم ده على ستين. في ستين. على تلات تلاف وستمية. عشان نتحول من اربعة متر مكعب في الساعة. الى رقم معين متر مكعب في الثانية. ازا ان ده التصرف مباشرة. هنجيبه من هنا ونحوله. يبقى احنا جبنا بعد كده لو احنا عايزين نجيب اللي هي ارتفاع. محتاجين نعرف ارتفاع المية فوق النوتش اللي هي هنجيبه ازاي? عن طريق استخدام النيدل جيج دوت. عن طريق استخدام المقياس دوت عشان يعرف نييمة ارتفاع المية فوق النوتش. الجهاز ده لو احنا بصنا فيه هتلاقي فيه مصمارين. نركز لو صمحت كده هنشوف ان احنا اول في انا مقياس مدرج. في انا مقياس مدرج من اول زيرو لاح دقائد عشرين فوق. عشرين سنتر. المقبار دوت مدرج بالسنتر. اول حاجة هنعملها ان احنا هنزبط المقياس بتاعتنا. هنفتح اول حاجة. المفتاح دوت اللي فوق. المفتاح لفوق بيخلي العصايا ديت. او البار ده كله. بيتحرك فيرتيكالي زي ما احنا شايفين. طيب هنعمل ايه? هنحط. هتلاقي فيه ابرة هنا. لو خدنا بالنا. هتلاقي هنا فيه ابرة. وده المقبار اللي بيتحرك رأسي زي ما احنا شايفين. كله هنعمله ان احنا هنسبت دوت هيدا وهو تلاحة الايمي تسبت على طول. هتدخل دوت. هتنزله لغاية ما يلمس القاع بتاع الكريست. حيلمس الكريست بتاقي الوير. حيلمس الكريست بتاقي النوتش. لو خدت بالك هتلاقي الابرة مرتكزة على الكريست بتاقي النوتش. ساعتها اول ما اشوفها ارتكزة على الكريست بتاهدي النوج. هاقفل المصمار اللي فوق. هاقفل المصمار اللي فوق. بعد كده هاعمل ايه? هتلاقي فيه مصمار تحت هدفته. المصمار اللي تحت دوت هيعمل الحديدة ديت. هتتشتغل على الطرف العلوي بتاعها. هنسبتها على قرية. وليكن اربعة. لو كانت تبقى لك هتلاقي قرية من الطرف العلوي والتلحية ده متسبت على اربعة. معنا كده نقدر نقول ان منسوب الكريست بتاعنا دوت اربعة. نعمل ايه بعد كده? نرجع نفتح مرة تانية المصمار اللي فوق عشان نعرف حرك القصايا دي الفوق. اه ده حركها لغاية ما يلمي الابرة تلمس سطح المية. يا دوبك تلمس سطح المية زي ما احنا شايفين. وبعدين هاقفل المصمار اللي فوق مرة داي. هبصي لاي ان الاراية بتاعتي بدل ما كانت اربعة اصبحت عشرة. يبقى من هنا عارفت ان ارتفاع المية لفوق كريست ستة سنتي. ونقول مرة تانية عشان ما نتقلبتش. احنا عندنا تلات عندنا مصمارين. بنفتحم ونقفلهم تلات مرات. اول مرة ان انا ببتحم المصمار اللي فوق عشان حاضر احركه بحيث انه يرتكز على كريست. وبعدين اقفله. اجي افتح المفتاح اللي ده ازبطه على رقم وليكن خمسة على سبيل المسال. ارجع مرة تانية افتح المفتاح اللي فوق. مصمار اللي فوق. وحرك الرقم بتاع حرك البار. طلعه الفوق لغاية ما السن الابرة تلمس سطح المية. وهو الرقم بتاعنا اللي هو كان خمسة. اصبح عشرة ونص طبعا ده عشان التصرف احنا غيرناه. فالتصرف بتاعنا عشان كده ارتفاع المية قليل. فالارتفاع بتاعنا بقى خمسة ونص. يبقى ده او ارتفاع المية اللي فوق. هاخد انا اله ايه خمسة ونص ديت. خمسة ونص سنتي. سمع على مية عشان تتحول بالمتر. اعوض في المعدلة لحظة بتلايخها هنا. اله هي دي اله اللي بنتكلم عليها. خمسة ونص سنتي. على مية. البيه اللي هي العارض بتاع النوت اللي احنا هنا اربعة سنتي. اربعة سنتي ديت يعني بوينت او فور ميتر. جي عقل للجازبية ناين بوينت ايت وان. هتعمل في المعدلة لطلع لكيو متر مكاب في الثانية. عنها السيم الكيو اكشو اللي احنا طلعناه من الكيو ميتر. على كيو اطلع لنا السي دي او كوفيشنط. او كوفيشنط تقريباً يتراوحنا بين بوينت سيكس الى بوينت سيكس فايف. فمهمة زي ما اتفقنا ان احنا نعرف ازاي نعمل كومنت على الرزلس بتاعتني. ملحوظة سريعة لو انا حبيت اعمل التجربة مرة تانية. مطلوب زي ما اتفقنا ان انت تعمل التجربة على اقل لتلات مرات. عشان تقيب تلات اراءات عشان تستخدمها في رسم الكيرفات المطلوبة. الكيرفات اللي مطلوبة منك اللي موجودة في اللي معاك. هنغير التصرف ازاي? الحاجة اللي هنغيرها عشان نعمل التجربة مرة تانية. ان هنغير التصرف. هنغير التصرف من غلال هذا المحبس. لو انا فتحت المحبس شوية. هتلاقي طبعاً ان اتفاعل مية اللي فوق ان هوش زاد. اله هتجيبها مرة تانية. لو انت بصيت ع الفلوميتر بدل مكان اربعة اصبح تقريباً خمسة او اتنين من عشرة. ما اتنين من عشرة لت. يبقى الرقم اللي متسجل هنا دوت. خمسة واتنين من عشرة لت. خمسة واتنين من عشرة آسف. خمسة واتنين من عشرة متر مكعب في الساعة. خمسة واتنين من عشرة متر مكعب في الساعة تلسمه عليه الادس تلاف 7 مية عشان يبقى متر مكعب بتسانية. هتعيد التجربة دي ثلاث مرات عشان كل مرة يجيب اتش. ويجيب كيوم مختلفة و responder الكربات والعلاقات المطلوبة انك كدها ترسمها. التجربة ديت ممكن انها تيجي في حالة زي ما احنا شفنا. او ممكن تيجي في حالة في حالة في حالة في زي ما متوضح عندك في في الكتاب بتاعك وفي المعدة بتتغير بدلا ما هي اص واحد ونص تبقيتش اص اتنين ونص. مفيش عندي بي لان ده حرف في زي ما احنا شايفين نعمل جه حرف سبعة بالعربي. اللي هنكش معي هي اللي هي الزاوية الداخلية اللي فيه الزاوية دي دايما بناخدها انها بتساوي السيدة دايما بناخدها انها بتساوي تسعين درجة. يبقى ازاً الثاوية على اتنين يطلقوا خمسة واربعين درجة يبقى تان خمسة واربعين. يبقى ازاً بالتالي اعطى هذه المعادلة. اجيب كتير على حالة في نوتش. حاجة سمي بنفس الطريقة طبعا. اعسمهم على بعض اجيب السي دي اللي هو. مواضح اول ان احنا هلازل ناخد بالنا ايه الاريات اللي انا استقلها? الميجرميس يعني. ونفرقها اما بينها وبيناشي ثابات. الميجرميس بتاعتنا زي ما هو واضح في هذه المسعى التجربة. الكيو من الفيلوميتر مباشرة. ده اول حاجة. واحد الحاجة لارتفاق المياه. اللي يصنع عن طريق فرق الارتفاق اللي احنا يصنعها بالفيلوميتر. هاخد الارياتين دول. احطوهم في المعادلة بتاعتنا. ونسبت كيو سريتي قالو كي اكشل. وبتالي نسبت كيو فيشاند.